موسيقى نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم والبداية بالعنوي موسيقى الرئيس الجزائري يؤكد أن الاهتمام بالذاكرة أمر إلزامي ويجدد تعهده بمواصلة مسار تطوير قدرات الجيش موسيقى صنشاز يقول إن انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية يجب أن يثار في الرباط وعمدة مليلية يؤكد أن المغرب يحاول طمس أدلة الجريمة موسيقى بدء الحملة الدعائية بشأن مشروع الدستور الجديد وانقسام سياسي حيال الوثيقة بين التونسيين موسيقى وتتابعون معنا أيضا وزير الاقتصاد الألماني يحذر من اضطرابات جديدة وتفاقم شح إمدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد بأوروبا موسيقى أهلا بكم من جديد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري إلى لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لكسب معركة التجديد في كلمته التي وردت في افتتاحية العدد الأخير لمجلة الجيش بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة جديدة موجهة للجزائريين رفع قلمه مخاطبا عموم الشعب إذ عبر في مستهل كلمته التي جاءت في افتتاحية مجلة الجيش عن مدى غبطته واعتزازه بأن يوجه كلامه هذا بالتزامن مع مناسبة عظيمة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان التماسك الاجتماعي ركيزة المواطنة الحق استحضر فيها الرئيس الجزائري الإرثة الساريخية الكبيرة المرصعة بكفاح ونضال الشعب الجزائري إبان كل مراحل مقاومته للمستعمر الفرنسي مقدما واجب العرفان لما فعله الأسلاف ولأنه لا بد من السير على ذات النهج القوي من الذي اقتفاه الشهداء والمجاهدون قصد إحداث تغيير شامل وانهوض بالبلاد في شتى المجالات اعتبر الرئيس إلى الذاكرة أمراً إلزامياً لما له من أهمية وقدوسية إذ لا نستغرب أنه أدرج الملف في التزاماته الأربعة والخمسين التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري كما استغل الرئيس تبون الساني حليقف على المنجز في فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من سنتين إذ خضعت تقويم شامل مبني على خطوات متأنية ومدروسة بعناية كانت بداياتها استكمال البناء المؤسساتي بهدف إعادة المزداقية والثقة لمؤسسات الدولة وتفعيلها بشكل يخويلها لمواجهة رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خاصة وفي سبيل إرساء هذا العزم والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ووفاء لمبادئ ثورة التحرير وبيان الفاتح من نظامبر وقف الرئيس في معرض كلامه على الخطوة التي بذلت لأجل هذا حيث استفاد أكثر من مليون شاب وشابة لمنحة البطالة كحل ضرفي يصن كرامتهم وكذا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع رواتب الموظفين في حدود ما تسمح به الإمكانية المالية للدولة وفي ختام كلامه جدد الرئيس الجزائري دعوته للشعب الجزائري إلى الإسهام في جهود الدولة الرامية للم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية قصد كسب رهان التجديد وإرساء جزائر قوية شامخة آمنة مثل ما أرادها شهداءنا الأبرار وفي سياق ذي الصلة شدد الرئيس الجزائري على تجديد تعهده بمواصلة مسار تطوير قدرات الجيش من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج تطوير قوات المؤسسة العسكرية لا عودة للبلاد إلى سكتها الصحيحة وفق الرؤية المأمولة والآفاق المرسومة دون الدور الفعال والريادي للجيش الوطني الشعبي يؤكد الرئيس الجزائري عبد المجيت بون وما التركيز في المرحلة القادمة على تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتطوير الصناعات العسكرية إلا وجه بارز لذلك مقابل استحداث مناصب شغل لشباب والتوجه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق الوطنية مصار تطوير قدرات الجيش الجزائري الذي تولي له السلطات العليا في البلاد أولوية وأهمية قصوى لا بد له أن يستمر يشدد الرئيس تبون من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تطوير القوات المسلحة والرفع من قدراتها القتالية وجاهزيتها العملياتية بهدف مواكبة المستجدات التكنولوجية المتسارعة كل هذا ضمن الاهتمام الخاص بالتكوين في الجيش الجزائري بما يترتب عن ذلك من تحسين مستمر للبرامج المعتمدة وتكيف لطرق التعليم في مختلف مدارس المؤسسة العسكرية لتواكب التطورة المسجلة في المجال التكنولوجي جلالة ومكانة الجيش في وجدان الأمة والشعب الجزائري اللتان لا يمكن لهم أن تتزعزعه أو تتصدعه بل وتزدادا صلابة ومتانة ليس لها مآلة سوى ما يبرقه احتفال الجزائري باليوم الوطني لجيشها من أبعاده غدا ترسيم الرابع من أوتة يوما مخلدا لذلك يشدد الرئيس الجزائري في سياق إحياء ذكرى تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي ذات ربع أوتة من سنة اثنين وستين تسعمائة وألف بلغ أقصى مستويات الجاهزية واكتساب عوامل القوة بما يمكن مواجهة مختلف التهديدات لم يعد طموحا تنشوده القيادة العليا للجيش الجزائري بل صار واقعا ملموسا يترجمه قطع أشواط كبيرة في المجال تشدد القيادة تلك قال الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز في مقابلة مع صحيفة البييس إن مسألة انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية التي راح ضحيتها حوالي ثلاثين مهاجرا في الرابع والعشرين نجوان يجب أن تثار في العاصمة المغربية الرباط صور المأساة بجيب مليلية الإسباني شاهدها العالم برمته إلا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز الذي تجرأ على القول بعدم مشاهدته لها خلال خطابه الأخير حول الموضوع موجها أصابع الاتهام إلى حكومة المغرب التي عليها الإجابة حسبه على ما حدث من جهته كذا عمدت همليلية إدوارد وديكاسترو أن المغرب حاول طمس أدلة المأساة التي أصفرت عن مقتل ثلاثين مهاجرا على الأقل من أصل إفريقي وهذا بوحشية على يد الشرطة المغربية أثناء محاولتهم اجتياز سياج الجيب الإسباني يوم الرابع والعشرين جوانا ماضي وقال إدوارد وديكاسترو في مقابلة مع موقع لفوز دي غاليسيا إن المغرب يحاول بالفعل إخفاء ما حدث ويحاول طمس الأدلة لأنه بهذه الطريقة لا يمكن توجيه اتهامات إليها مشيرا إلى عمليات الدفن السريعة وعدم تشريح الجثث وفي رده عن سؤال عن جدوى التحقيق الذي أعلن عنه المدعي العامة الإسبانية الثلثاء لتسليط الضوء على ما حدث أقر عمدة مليلية بأنه من الصعب أن يتوصل التحقيق إلى نتيجة قائلا إن لديه شكوكا كبيرة في تعاون المغرب لأن المغرب ليس ديمقراطي بل هو بلد استبدادي انطلقت الأحد بمدينة قصر الكبير شمالي المغرب فعاليات اليوم التضامني للمطالبة بإطلاق صراح السحفيين المغربيين السليم الرسوني وعمر الراضي وكفة معتقالي الرأي والتعبير وتنديدا بممارسات نظام المخزنة تعسفية والتضييق على السحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت الأحكام الصادرة في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين ونقابيين والحقوقيين معربة عن قلقها إزاء تراجع وتدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب منتقدة المنح الخطير للمحاكمات في مواجهة الأصبات المنتقدة للممارسات السلطوية جميعا من أجل إطلاق صراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب هو شعار تبنته فعاليات اليوم التضمني للمطالبة بإطلاق صراح الصحفيين المغربيين سليمان الرصوني وعمر الراضي والإفراج عن معتقلي الرأي تنديدا بالممارسات القمعية لأجهزة الدولة المخزنية التعصفية والتضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعدما أصدرت المحاكم المغربية أحكاما قاسية في حقهم بالموازات مع ذلك انتقد محللون والسياسيون في المغرب بشدة لجوء السلطات المخزنية إلى لجم الصحفيين إما بالإبعاد أو بالسجن مؤكدين أن الصحافة المغربية كثيرا ما تناولت تصعد ملف الفساد في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأحزاب والحكومة والبرلمان فالجميع اعترف بالتفشي الظاهرة وسط دولة وصفها بالفاسدة بكل ما للكلمة من معنى على حد تعبيرهم وفق بيان الجهة المنظمة والمتمثلة في اللجنة المغربية للتضامن مع الصحفيين وكافة معتقالي الرأي والتعبير يتضمن هذا اليوم التضامن العديد من الورشات منها الأليات التنظيمية للنضال ضد الاعتقال السياسي وفق شروط المغرب ما بعد الفين واثنين وعشرين ومستقبل النضال ضد الاعتقال السياسي إضافة إلى سياغة نداء القصر الكبير للمطالبة بإطلاق صراح كافة معتقالي الرأي والتعبير والمعتقالين السياسيين إلى جانب تدخلات لعائلة المعتقالين وكذل هيئة الدفاع وإطلاق أشغال ندوى حول الموضوع بعنوان واقع حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد الفين وأحد عشر انطلقت الأحد في تونس الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في الخامس والعشرين جويليا الجاري في وقت قرر فيه أو قال فيه رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور إن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح وترك اتحاد الشغل الحرية لمنتسيبه في التصويت في وقت قررت ثلاث نقابات للقضاة تعليق إضرابها في موقف قد يدعم مساعي الرئيس قيس سعيد لتمرير مشروع الدستور في الاستفتاء المرتقب قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المقاطعة الاتحاد وفي أول تعليق له قال إن مشروع الدستور الجديد يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياك للدولة وذا كما من شأنه أن يشكل تهديدا للديمقراطية بحسبه لكن ورغم ذلك تقرر الهيئة الإدارية لأكبر منظمة نقابية في تونس أن تترك لأعضائها حرية التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب يوم الخامس والعشرين جويل الجاري فالاتحاد فوض لكل العاملات والعاملين بالفكر والسعاد ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف والنقابيات والنقابيين حرية معناها الاختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء هذا هو الموقف معناها النهائي اللي عبرت عليه لهذه الدليل الوطنية أثارت مسودة الدستور المقترح جدلا وردود فعل واسعة لدى الأحزاب والشخصيات التونسية لما تضمنته من تركيز لمعظم السلطات السياسية في قبضة الرئيس ومنحه سلطة مطلقة على الحكومة والقضاء آخر المواقف المنتقدة صدرت من رئيس لجنة الدستور الصادق بلعيد والذي نآب نفسه عن الدستور الذي نشره الرئيس سعيد وقال إنه يتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري على حد تعبيره بلعيد أشار إلى أن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور وتلك جزئية قد تزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد برأي مراقبين تجددت الاحتجاجات الشعبية الليبية أو الليلة الماضية في مناطق متفرقة بليبيا مطالبة برحيل كل الأجسام السياسية الحالية والتعجيل بإجراء الانتخابات وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش أن الأخير يتابع بقلق المظاهرات معكدا دعم الأمم المتحدة لحق التظاهر السلمي في ليبيا لم يهدأ غضب الشارع الليبي من حالة الانسداد السياسية التي آلت إليها البلاد أو هكذا يقول حال هؤلاء الاحتجاجات الشعبية تجددت الليلة الماضية في مناطق متفرقة من ليبيا مطالبة برحيل كل الأجسام السياسية الحالية والتعجيل بإجراء الانتخابات في مدن متفرقة من الشرق والغرب والجنوب الليبي عبر المتظاهرون عن سختهم إزاء مظاهر الترد المعيشي والانقسام السياسي مظاهرة دعا على إثرها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوترياش المتظاهرين في ليبيا على إثر تجنب أعمال العنف حاثا قوة الأمن على التحلي بأعلى درجة ضبط النفس لافتا أن على جميع الجهة الفاعلة الامتنع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار والتكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد جوترياش الذي أكد على جهوزية الأمم المتحدة لمواصلة الوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي عبر انتخابات مبنية على أساس دستوري ثابت قال إنه يجب البناء على الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجونيف والتي حققت تقدما كبيرا حسبه لكن دون ذلك عقبات برأي مراقبنا فالانقسام السياسي بين الشرق والغرب وعودة مظاهر العسكرة بين الفرقاء الليبيين توحي بتفاقم الأزمة المستمرة في البلاد على مدار سنوات وسط مخاوف دولية وأممية من عودة الأوضاع في ليبيا إلى مربعها الأول خرج السودانيون لليوم الرابع على التوالي في مظاهرات بشوارع الخرطوم وضواحيها أين احتج مئات من المتظاهرين الأحد للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري واستضغوطات أو ضغوطات أطراف إقليمية وأممية لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين تشهد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم المزيد من التصاعد والإحتجاجات لليوم الرابع على التوالي فباتت مسرحة للمواجهة العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين على الحكم العسكري والانسداد السياسي الذي تعيش البلاد وسط غضب شعبي واسع خرج ألاف السودانيين يتظهرون باسم مليونية الثلاثين تصاعد دعت إليه حركات ومنظمات سودانية في جميع مناطق الخرطوم للمطالبة بدولة مدنية ورافضين العيش تحت أنقاض حكم عسكري بحسب مواقف أهل اللجن المواصلة في الاحتجاجات الشعبية شهدت الخميس أكثر دموية حيث خلفت خسائر بشرية منها ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم أعداد من الجرحة وسط الحشود الغضبة والرافضة للسلطة العسكرية لكن المؤيدة للديمقراطية ووسط مخاوف دولية من خروج الوضع عن السيطرة أدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق وسط إفريقيا للتنمية المعروفة باسم الآلية الثلاثية أن ما يجري من أعمال عنف واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن ليس بالحلول المسؤولة كما دعت كل الأطراف الإقليمية والدولية للضغط من جراء حوار سلمي بين العسكريين والمدنيين للخروج في أسرع وقت من مشهد العنف والاحتجاجات كشفت مصادر إعلامية عن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية عن دولة مالي خلال اجتماع قادة دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجالس العسكرية التي وصلت إلى السلطة في مالي وغينيا وبوركينفاسو أعلن حزب الله اللبناني إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة في اتجاه المنطقة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي عند حقل كاريش في مهمات استطلاعية وأكدا أن المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وأوصلت الرسالة يأتي ذلك في ظل تسعيد متزايد بين لبنان والكيان الصهيوني عقب مباشرته التنقيب عن الغاز الرسائل السياسية والعسكرية تتوالى على الكيان الصهيوني اتباعا لكن هذه المرة بطريقة مختلفة حزب الله اللبناني يعلن إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة من أحجام متعددة في اتجاه المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني عند حقل كاريش في مهمات استطلاعية مؤكدا أن المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وأن الرسائل وصلت إلى الكيان الصهيوني حسبه تصريحات جاءت عقب نقل وسائل أعلام إسرائيلية معلومات تفيد باعتراض قوات الاحتلال ثلاثة مسيرات تابعة لحزب الله كانت متجهة نحو منصة غاز حقل كاريش خطوة الحزب اللبناني تأتي بعيد أيام قليلة عن تهديده باستخدام القوة ضد عمليات التنقيب عن الغاز التي بشرتها قوات الاحتلال في المناطق البحرية المتنازع عليها فهل تفتح الباب أمام سيناريوهات التصعيد العسكري؟ وسائل إعلام صهيونية قالت إن العملية بمثابة إشارة قوية من الحزب مفادها أنه يخوض حربا وهو على وعي وقادر ومتابع لأنشطة الكيان هذه الوسائل توقعت أن تتكرر العملية خلال أسابيع خطوة من شأنها أن تعقد مهمة الوساطة الأمريكية بين لبلان والاحتلال الإسرائيلية برعاية أممية لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين والتي توقفت قبل نحو عام بعد خلافات على مساحة المنطقة محل النزاع لتستأنف عبر مبعوط الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة أموس هوكستين فيما لا تعرف مآلاتها بعد التصعيد الأخير أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على إقليم لوغانسك بالكامل حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية كما أعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في لوغانسك وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسك إن الجيش الروسي سيطر على أكثر من 2600 مدينة وبلدة وقرية أوكرانية بعضها دمر بالكامل وعشار زيلانسك إلى أن المؤتمر الذي تستضيفه أوكرانيا بالاشتراك مع سويسرا يومي الاثنين والثلاثة سيكون خطوة مهمة لإعادة بناء أوكرانيا نحن نعيد بنشاط لبدء مؤتمر خاص سيبدأ يوم الاثنين المقبل في لوغانو بسويسرا إنه حدث دولي واسع النطاق مخصص لإعادة إعمار بلدنا من الضروري ليس فقط استعادة كل ما دمره المحتلون ولكن أيضا إنشاء أساس جديد لحياتنا ولأوكرانيا آمنة وحديثة ومريحة وخيالية من العوائق وهذا يتطلب استثمارات ضخمة مليارات وتقنية جديدة وأفضل الممارسات مؤسسات جديدة وبالطبع إصلاحات وبالفعل يوم الاثنين ستقدم أوكرانيا في لوغانو رؤية وطنية حول كيفية تنفيذ كل هذا أراضي عشر مناطق تأثرت بالقتال منذ الرابع والعشرين فبراير وخلال هذه الفترة تمكننا من تحرير الفٍ وسبعٍ وعشرين بلدةً وقرية لكن الفين وستمائةٍ وعشرٍ أخرى لا تزالوا تحت الاحتلال الروسي حذر وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك من اضطراباتٍ جديدة وتفاقم شح امدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصادٍ في أوروبا هابيك تهم موسكو بقيادة ما اسمه حرب اقتصادية بانتهاج استراتيجية واعية لرفع الأسعار سعياً إلى تقويض الوحدة الأوروبية على حد تعبيره يتعين على ألمانيا الاستعداد لمواجهة مزيد من النقص في امدادات الغاز الروسي وذلك لأن الرئيس فلاديمير بوتين ينتهج استراتيجيةً واعيةً لرفع الأسعار سعياً إلى تقويض الوحدة الأوروبية نحن لا نتعامل مع قراراتٍ عشوائية وإنما حربٍ اقتصادية واعيةً تماماً وواضحةً للغاية بعد خفض الغاز بنسبة ستين في المئة منطقي أن يعقوبه تخفيضٌ جديد أكد الرئيس المدير العام لشركة السونطراك الجزائرية توفيق حكار أن المجمع الجزائري بصدد دراسة طلباتٍ من دول شرق أوروبا لتزويدها بشحناتٍ من الغاز سيعلنوا أو سيعلنوا عن الصفقات بشأنها في الوقت المناسب هناك الكثير من الطلبات خاصةً من دول شرق أوروبا لتوريدها بشحناتٍ من الغاز هناك بعض الدول شارعنا في مباحثاتٍ فعليةٍ معها بكميةٍ محددة للموافقة على تصدير كمياتٍ إليها في انتظار بقية الدول توسعت حركة الإضرابات التي تشهدها عديد الدول الأوروبية للأسبوع الثاني على التواليلة لتشل كبرى مطارات القارة العجوز مع جبارة جل شركات الطيران على إلغاء المئات من الرحلات في كلٍ من فرنسا، إسبانيا وبلجيكا لا حلٌ وشيك يلوح في الوفق هكذا يبدو المشهد في كبرى المطارات الإسبانية ففي عز موسم الصيف وبعد عامين من الجائحة احتجاجاتهم عماليةٌ أخلطت حسابات شركة الطيران ومعها آلاف المسافرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين داخل بهو المطارات لقد سافرنا إلى كولومبيا وسمعنا عن الإضراب قبل مجيئنا إلى هنا هناك الكثير من الإضرابات ونقص الموظفين ويجب أن نكون حاضرين حيال ذلك لقد اخترنا هذه المواعيد لمنح الشركة الفرصة لمراجعة سياستها والحوار معنا بين أيام الإضراب المختلفة حتى نتمكن من الجلوس والتفاوض بطريقةٍ جادة دون عرقلة المحادثات وإلغاء الاجتماعات حينها يمكننا توقيع تلك الاتفاقية الجماعية الثانية في إسبانيا وبعد يومين عاصبين عاشها المسافرون بمطارات العاصمة الفرنسية بيريز في أعقاب شن نقابة عمال الملاحة الجوية إضراباً للاستجابة لمطالبهم المتمثل أساساً في رفع الأجوء والتوظيف إضراب تسبب في إلغاء حوالي خمس الرحلات سنذهب إلى البرتغال لمدة أسبوع أنتظر أبنائي سنغادر جميعاً معاً أغير الطائرة وغير مقاعدنا أتمنى أن يتوقف الأمر عند هذا الحد لغاية الآن نحن هادئون اليوم نترك فرنسا للذهاب إلى هامبورغ نحن متحمسون للغاية لم أكن على علم بالإضراب لكنني أؤيده بنسبة مئة بالمئة فالناس يستحقون راتباً لائقاً بغض النظر عن مكان وجودك التضخم في كل مكان نحن نعيش في عالم مكلف بشكل متزايد الأمر لم يختلف كثيراً بمطارات أمريكا بالذفة الأخرى للأطلسي حيث ألغت شركة الطيران مئات الرحلات بسبب النقص في طواقمها تزامناً مع عطلة العيد الوطني بالولايات المتحدة ورصدت منصة فريتوير المتخصصة في تتبع حركة الرحلات الجوية إلغاء ثلاثة آلاف وستين رحلة وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى في وقت تؤكد جل شركة الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم وهران عروس المتوسط دون منازع والقرية المتوسطية أيقونة جندت لها سلطات البلاد كل الإمكانيات لترقية الخدمات ورحابة الضيافات أو الضيافات لإعطاء أجمل صورة عن الجزائر المضيافة القرية المتوسطية بقلب مدينة وهران غرب الجزائر جامعة الخدمات الحضارية كل ركن فيها يعكس جانباً مميزاً من حصن ضيافة منافسي ألعاب البحر الأبيض المتوسط مثل القمامة الذكية صديقة البيئة مرحباً مرحباً من فضلك أنتظر واسمعني ارمي هنا النفايات وسأكون سعيدة بحسن سلوكك لنكن معاً يداً بيد للحفاظ على البيئة لدينا هذا النموذج الأولي لدينا حاوية قمامة ذكية لتمشي بالطاقة الشمسية لدينا أفشة LCD لدينا نفو دور امبليساج لدينا نفو دور امبليساج لدينا ساعة نميليك لدينا دات لدينا تمبراتير مينام لدينا تمبراتير ماكسيما لدينا تمبراتير ريال في هذه الألوان عندك كتكون خضرة راهية فيد أورانج بخاس بلان غوج بلان إذا كنت معاً مرحباً وشحدي تتصل ديركتماً بالجهة المعنية لتفريغ البوبالات لذلك السرفيس كونسرني تبعث له تعيط له في التليفون تقول له بليراني معاً مرحباً أروح وفيدوني ومم بلس دو سا تعطي له البوزيسيون جي بيس يدير الفرز أوتوماتيك مو مثلاً هذي تساعد من القدم في الشركات وآخر لسحب العملة الصعبة وحتى تحويلها لكف عناء التنقل لضيوف الباهية سخارة مديرية وحدة باريد وهران هذا المكتب المتنقل خدمة لزبائنها الكرام داخل القرية المتوسطية وذلك ضماناً لتسهيل جميع عمليات الباريدية مشاريع ذكية للمؤسسات الناشئة تستبدل المواد البلاستيكية من القارورات وغيرها بمنتجات غذائية وحتى هذية لتوثيق حبها للبيئة ناهيك عن فضاءات الراحة والمطالعة والجوالات السياحية وهران عروس المتوسط دون منازع والقرية المتوسطية عروس وهران تجندت لها سلطات البلاد من سدتها إلى قاعدتها لترقية الخدمات ورحب الضيافات وكان لها نصيب ذلك تتواصل الأحد على التوالي الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران غربي الجزائر من الملعب الأولمبي ميلود هدفي أين تتابع خديجة خداوي تخصص ألعاب القوة خديجة مرحبا أهلا وسهلا ما هي مستجدات اليوم الأخير من منافسة ألعاب القوة مساء الخير زميلة عبدالعوف نحن متوجدون بالمراكبة الأولمبي ميلود هدفي تغطية فعاليات آخر أيام منافسات أم الرياضات ألعاب القوة ثلاث ميدال أو أربع ميداليات جديدة تضعف إلى حصيلة الجزائر في منافسة ألعاب القوة لتصبح الحصيلة الآن 12 ميدالية إجمالية ثلاث ذهبيات فضيتين وست ميداليات بروزيات الميدالية الذهبية الأولى كانت من نصيب جمال سجاتي في سباق 800 متر والميدالية الفضية والميدالية الثانية كانت ليسين حتحات في نفس المنافسة منافسة 800 متر بعدها حقق أمين بوعناني فضية في سباق 110 أمتار متر حواجز بعد أن قطع المسافة في ضرف 13 ثانية وثمانين وثلاثين جزء من المئة وهو رقم قياسي وطني وياسر محمد طاهر تريكي الذي يتوجى بالبروزية في القفز الطويل أجواء خيالية واستثنائية يصنعها الجمهور الغفير الحاضر معنا الحاضر هنا بالمركب ميلود هدفي لمساندة النخبة الجزائرية والتدويل الذي شهدت حتى الآن كما قلت رابع ذهبية تضاب إلى الحصيلة الحصيلة الإجمالية أشكرك أشكرك جزيلا شكر زميلة خديجة خداوي من الملعب الأولمبي ميلود هدفي مباشرة كنت معنا من وهران شاهدين بقية أن نذكر بالعنوين الرئيس الجزائري واكد أن الاهتمام بالذاكرة أمر إلزامي ويجدد تعهده بمواصلة مسار تطوير قدرات الجيش صنشاز يقول إن انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية يجب أن يثار في الرباط وعمدة مليلية يؤكد أن المغرب يحاول طمس أدلة الجريمة بدء الحملة الدعائية بشأن مشروع الدستور الجديد وانقسام سياسي حيال الوثيقة بين التونسيين وفي النشرة تابعتم أيضا وزير الاقتصاد الألماني يحذر من اضطرابات جديدة وتفاقم شح امدادات الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد بأوروبا ختام نشرة الحصاد قدمناها من الجزائر الدولية شكرا على المتابعة في أمن الله اشتركوا في القناة